الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع أذر بجانة سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص جاء ذلك خلال اكتباع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في العاصمة باكو في مستهل زيارة الرئيس السيسي إلى أذر بجانة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأذريين وممثل الجهات الحكومية المعنية المختلفة وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذرية وأوضح الرئيس السيسي خلال الاجتماع ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار في إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار فضلا عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة من جانبهما أكد المسؤولون الأذريين تطلعهم لتعظيم التعاون والاستثمارات المشتركة مع مصر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذر بجان في زيارة رسمية وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى أذر بجان ستشهد عددا من اللقاءات المكثفة وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذر بجان إلهام أليف قال نائب وزير الخارجية الروسية أوليجا سيرملتوف إن الولايات المتحدة تحضر لشن هجمات سيبرانية ضد بلاده وأضاف المسؤول الروسية أن موسكو تدرك جيدا أن واشنطن تعمل بشكل مكثف على تجنيد قراصنة إلكترونيين وتدريب ما وصف به بالجيش الإلكتروني الإكراني مشيرا إلى أن الولايات المتحدة خلافا لرغبة غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل علنا على ما وصفه بعسكرة فضاء المعلومات على حد تعبيره أكد رئيس مجلس الوزراء العراقية محمد شيع السوداني أن العراق لا تحتاج إلى قوات أجنبية على أرضه وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقية أن العراق يحتاج إلى تعاون مع التحالف الدولية أو مع الدول خارج التحالف الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والأمن مشيرا إلى أن وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة هو يخضع لحوار مهنية وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات تتواصل لليوم الثالث فعالية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته الرابعة والخمسين وسط إقبال جمهري كبير وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد بهيددين قال إن المعرض شهد إقبالا جمهريا كبيرا في ثاني أيام فتح أبوابه للجمهور حيث تجاوز عدد زوار المعرض ربع مليون زائر وأكد أن الإقبال الجمهري انعكس بشكل كبير على مبيعات الكتب حيث سجلت مبيعات كتب الهيئة رقما قياسيا خلال يومين فقط من المعرض خاصة مع تنوع العنوين المطروحة ومناسبتها لمختلف الفئات وتتنوع الفعاليات التي تشهدها أرواقة المعرض ما بين الندوات التطخيفية والفعاليات الفنية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة تأهل أربعة لعبين مصريين إلى نهاء بطولة الدور العالمي للكرة البريمير ليج المقام خلال الفترة من السابع والأشين وحتى التاسع والأشين من يناير الحالي بالصالة المغطى باستاذ القاهرة الدولية كما استطاع أربعة لعبين آخرين التأهل للمنافسة على الميدلية البرونزية في منافسات الكاتة والكوميتي وتأهل إلى نهاء كل من محمد جابر وعبدالله عبدالجواد وريم سلامة وسلمة حسن وتأهل للمنافسة على الميدلية البرونزية أيه شام كاتة للسيدات وكريم أبو عطى ونغم ياسر وأحلام حمدي هذا ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الكاتة للرجال وباقي الأوزان في الكوميتي إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية التموجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل